أنا من الناس اللي سعيدة وفخورة جدا بمنظومة التأمين الصحي الشامل إحنا اشتغلنا في مصر كلنا هذا المجتمع كله وهيئة الرعاية الصحية بطبيعة الحال مصر اشتغلت على الفكرة دي موجودين في خمس محافظات بنعتبر أنه كان فيه الأول بروتو تايب موجود فيه بورسعيد وبعد كده بدأنا نكمل على مدن القناة وبدأنا نخش على لقصر إلى آخره المنظومة فعلا ماشية كويس والمنظومة دي عند اجتمالها ووصولها للسابعة وعشرين محافظة حقيقة الرعاية الصحية بطبيعة مصر هتبقى حاجة تانية حاجة تانية خالص خالص إحنا خدنا بعضنا واتكلمنا كتير عن منظومة التأمين الصحي الشامل اتكلمنا أكتر من مرة بالتحديد على مجمع الطبي بالإسماعيلية وهو مجمع وصرح عظيم ليس من سمع كمن رأى فروحنا علشان نشوفوا حضراتكم شفتوا الحلقة اللي فاتت بتاعة مبارح بالتحديد وفي حلقة مبارح احنا كنا مهتمين جدا مش بس ان احنا نشوف المكان والقائمين عليه وتجهيزاته واستعداداته لكن احنا كنا مهتمين قوي 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 بآراء المنتفعين من هذه الخدمة ومبارح قلتلك في المقدمة ايه اتفرج على الحلقة كويس لانك هتشوف حلقة فيها آراء الكل ساعدت جدا لما لقيت في بوست عمله الدكتور أحمد السبكي بجد يعني وكتب مانص ايوه هو اللي قدامك ده وانا ابو كمامة ايوه فيش ترافات برضو يا ساعدت بزيارة الاعلام يوسف الحسين احنا اسعد افندم والله ربنا خليك رب مقدم برنامج التاسع احد النماذج الاعلامية الوطنية لتقييم اداء منظومة التأمين الصحي الشامل ربنا خليك برضو جدا على هذه المجاملة والاستماع لاراء المنتفعين حول خدمات المنظومة والتي تعد شهاداتهم لنا ورضاءهم عنا تتويجا لعمل ومجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير افضل الخدمات والرعاية الصحية اليهم ودافعا للاستمرار نحو تحقيق المزيد من توفير الرعاية الصحية لأهالينا بأعلى معايير الجودة العالمية شكرا لكل القائمين على العمل في مجمع الاسماعيلية الطبي وشكرا لكل القائمين على العمل في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل هاشتاج مجمع الاسماعيلية الطبي هاشتاج الهيئة العامة للرعاية الصحية هاشتاج مستقبل صحة مصر صحيح هيئة الرعاية الصحية وتأمين الصحي الشامل ده هو مستقبل صحة مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة